ما هي مبطلة الصيام؟ خلي بالكم معي ما هي مبطلة الصيام؟ تعالوا نبدأ بأكبر وأخطر مبطل من مبطلات الصيام ألا وهو الجماع الجماع هذا أكبرها إثما أن يجامع الرجل امرأته في نهار رمضان وخلي بالكم لأن بعض الناس بالفعل كلمني واتصلوا علي من آبائنا الكبار وقالوا بأنهم لم يكنوا يعلمون وهذا أمر عجيب لأنكم في بيئة علم بفضل الله تبارك وتعالى ويعيشوا بين أظهرنا العلماء الجماع أعظم وأكبر وأخطر مبطلات الصيام فمن جامع امرأته في نهار رمضان أنزل أو لم ينزل من جامع امرأته في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة المغلظة خلي بالكم يا أخواني وآخوات فعليه القضاء القضاء يعني يعني يقضي يوما مكان اليوم الذي أفطره طيب والكفارة المغلظة يعني عدق رقبة طب ما فيش رقاب نعتقها يعني ما فيش عبيد عدق رقبة طب ما فيش رقاب يبقى صيام شهرين متتابعين متتابعين لا يقطع الصيام بينها أبدا إلا لعذر شرعي إلا لعذر شرعي كمرض أو كيوم عيد إلى غير ذلك من الأيام التي نهى فيها الإسلام عن الصيام وإلا فإن قطع صيام هذه الأيام هذين الشهرين المتتابعين بيوم وجب عليه أن يعيد الصيام من أول يوم مرة أخرى أو من أول مرة أخرى فيبقى أعدق رقبة ما فيش رقبة صيام شهرين متتابعين طيب ما نشأد رصوم يا مولانا إذا كنت أنا ما قدرتش على يوم في صومي في نهار رمضان وهو الفريضة تقول لي صوم شهرين متتابعين في غير الفريضة ألا أستطيع يبقى عليك أن تطعم ستين مسكين هذه الكفارة المغلظة لمن جامع مرأته في نهار رمضان أن يطعم ستين مسكين طيب ما الدليل على هذا ما روال بخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائي وفي لفظ قال يا رسول الله هلكت وفي لفظ يا رسول الله احترقت قال وماذاك أو قال النبي ما لك فقال وقعت على امرأتي في نهار رمضان فقال له صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا فقال له صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا فقال له صلى الله عليه وسلم هل تجد إطعام ستين مسكينة قال لا فش أي حاجة لا رقبة ولا إطعام ولا صيام ولا ما يقدرش فقال له هل تجد إطعام ستين مسكينة قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم جلس سكت قال فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق يعني بمكتل فيه تم فاكر أنت المأطف بتاعنا بتاع زمان مكتل كده فيه تم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أو قال أين المحترق آنفة الله الله شوف النبي أين السائل وفي رواه قال أين المحترق آنفة فين الرجل لقال احترق فقال ها أنا ذا يا رسول الله أنا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام خذ هذا فتصدق به فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله أتصدق به على أفقر مني هو في حد أفقر مني وأحوق للتمرد مننا وعيالي على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يقصد المدينة النبوية المطهرة فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيت يا رسول الله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أي بدت أنيابه الشريفة ثم قال له بأبي وأمي وروحي خذه فتصدق به على أهلك أو فأطعمه أهلك خذه فأطعمه أهلك عليه الصلاة والسلام إيه الرحمة ديه إيه الرحمة ديه خذه فأطعمه أهلك يلا أطعمه أهلك